هذه باختصار عبارة عن حاوية مع المهملات الذكية كيف تقوم بها تفرر من مباحة ألا أنه تقوم بعاية التدوير بحيث أنه تفرز نوع المهملات هذا عن هذا عندي مثلا هاي الحاوية مع الوراق وعندي حاوية مع البلاستيك لكن كنت أخذت ليوني سيف فهس سماطقة أشوف كم هي أوكي يعني مثلا أفضل شيء أنه أطبق الكمهية عملي آه رح يطبق نياها عملي حلو أوكي عندي مثلا هذا الكتاب زين هذا ورق مقوة يعني يعتبر بلاستيك أو خليط منها تمام هسا أقوم أفوت ما يتفوت أصلا زين لكن مثلا أقوم أجيب هاي الورقة الورقة العادية نعم طبعا رح نرجع نشوكم إياها بعد أقوم أحطها هوني تقوم تفتح يا سلام حسا حبيت الفكرة يعني أنت رح تسويها اثنانة اي حبيت الفكرة واشني الشيء اللي عجبني أكثر شيء بهاي واللي أحسر إنجاز بيها أنه أصلا لو تدوون بالأردوينو ماكو حساس ما الورقة أنا أشنو قمت فكرت صفانتو سأنا أشعمل فأشنو قمت هذا حساس مثل الكي كارد أنه عندما تدخل يا سلام فأشني عملتونه هوني عملت حساس ما الألوان بحيث أنه سمك الورقة وهاي كله بحيث أنه يعرف أنه هي ورقة ما كتفيت أنا بهذا الشيء بحيث هذا المشروع لأخير وسلامي وبإذن الله أطبق أمان النظاف هل غاح يحتاجون يدوون كل يوم قصد أنه أريد أفرز أو أعزل هذا عن هذا أنت تريد رح يكون عندنا واحدة للورقة واحدة للمعادن واحدة للبلاستيك صح؟ نعم بس هذا يحتاج دعم صحيح وأنا أشنو أفكرته إذا هذا المشروع تطبق هل أنا يحتاج أن أخلي أمان النظافة كل يوم يجون لا فأشني أنا أشكم تعمل هوني حساس ما الصوت وحساس يعني أفهم المسافة وهوني أفرز الصوت هاي حتى إذا ملت السلة رح تطي الصوت صح؟ أفهم يعرف وينطي لك صوت ها نشوفه ها هذا الحساس هذا الحساس شفت الحساسات مرة ثانية